قال الإمام علي قوله التالي مقولة ليس من قيل ولا قال إن الدعاء لمحجوب عن العالي حتى يصلى على المختار والآل يروي الأمير لنا جميل روايتي أن النبي سره بمقالتي إن الذي صلى علي وعترتي وجبت له يوم القيام شفاعة صلوات يا طامعا بتكاثر الحسنات ذكر النبي محطة البركات إن الذي صلى عليه مرة صلى عليه الله ألف صلات صلوات اللهم صلى على محمد شعبانها قد دقت الأجراس شعبانها قد دقت الأجراس وتزاحمت من حولنا الأعراس شعبانها قد دقت الأجراس وندا جبرايل يعلو هاتفا يا لطاغا قد أتى العباس صلوا على خير الأنام وسلموا صلوات صلوات عشق ما لها مقياس صلوات صلوات محمد وعلى محمد بين الحسين وزين العابدين بين الحسين وزين العابدين زهل عباس أعظم ببدر بين بدرين صلوا عليهم لقد حلت موالدهم إن الصلاة عليهم قرة العين صلوات 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 محمد وعلى محمد ها قد أتت أفراح آل محمد فارفعها آزيجا ولا وغريدي لا تطرد إلا تطرق الأحزان فيها مؤمنا صلوات 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 أطرق الأحزان فيها مميناً صلى على خير الأنام محمد صلوات أقم الأذان وقم توضأ واستقم فلقد أطل بنوره شعبان ومن الأهلة في السماء ثلاثة تنبيك أن قد أقبل العرفان كل الوجود أتى إليك مهنياً والآل والحرمان والقرآن فانهض وصل على النبي وأهدف هناك تبارك الرحمن صلوات فوالله لم أشهد كمثلك ساجدا يطيب التقرب من لدن جلالي كم ذات حب الله حارة فكوري حتى هباك الله فيض جماله ما من هناك في الوجود لكامل والله قد أهداك بعض كمالي عشق الإلاغ نقاء قلبك إذ يرى منه الفؤاد على جليل خصاله كان السجود إلى الإله كرحلة يروي بها السجاد رائع حاله في ليلة عاصف الهيام بركنها غدا تأشرق زينها بجماله فإذا سمعتم في المجالس ذكرهم صلوا على صحب النبي وآله شابحي بجملة خيالاتي بعصاك يلي عكازك يسوي المستحيل ويالذي مقياسك ضعا في السماء والله تعجم إذا قال ونحي يالذي سجادتك منسو جاب دمو ودوم خدك متعفر دليل ولو أحسب عدد دمعات السجود أطلع بكل سجد يا مولاي جيل يالذي سجدتك ما لها انتغا طول عمرك مختلي ويا الجليل من كثر ما تحجي ويا ربي العباد كانت خيالتك إبراهيم الخليل تحجي لن مقامك يا علي كلش كبير المفترض وسط السمي صير الحفل واللي يلقي الشعر يا زين العباد المفترض جبريل وصفك مو سهل بس قلتلي اكتب انت وما عليك وعلى رب الكون وعلي يتكل ومن قلتلي ينفتح باب الخيال قبالي والافكار تتهاطى الهطل قلت يلطولك مناجات وصلاة بيكب السجاد حسشنه النسل انت دليت الحياة على الحياة وانت دليت على حلم الماء يديل يلي بالطف عندي مو انت العليل كل خصومك مرضى بس انت العليل انت في قصرة انت قتلة انا بنحامي الدخيل وبين ذاك النحر خل الكل تذل ولن عرف قولك فصل رد الضعون ولن عرف قولك فصل رد الضعون للمدينة خاف من قول الفصل يدري لو ظليه تقضب للنظام والتراب عليه تخلي يشتعل انت بالطف كنت من تدعو الاله تبتعد عن الخيم ذيك النبل تبتعد عن الخيم ذيك النبل تبتعد عن الخيم ذيك النبل وباليمة من رمى دم الرضيع بدعوة منك ما هوى دم الطفل وزينب بدر بالسبب لا يا حجاب تمشي بس غيرتك صارت الهضل ثارت الطف ما بقت من الفراغ كنت تسندها اذا ما علي الحميل وبالسبب ممشاك ارخ للشموخ رجل تكتب بالوفة وعزة رجل يلي بعيون المحب تبقى شباب والزمن يا سيدي قبالك كهيل انت يا ابن الزهر عدلال امير وبعيون الشوق تبقى اجمل كحل احنا مو كل واحد اندقل احترام انت بس ويانا يرهم لو نجيل يالكتب دورنا عن واحد جميل بالكتب دورنا عن واحد جميل وما لقين بالحسن مثلك مثل مثلك مثيل شنه اجمل من فرد توقع حزين كلها تبعده ويمك يبقى خل ادمي الصلاة على النبي وآله فقبولها حتما بدون تردد اعمالنا بين القبول وردها الا الصلاة على النبي محمد يا مستمعي النظام صل على البدر التمام محمد صلى الله قالت شيخ الاربلي رحمه الله ولد علي بن الحسين عليهم السلام نهار الخميس الخامس من شعبان المكرم في سنة ثمان وثلاثين من الهجرام في ايام جده علي بن ابي طالب قبل شهادته بسنتين وامه الطاهرة شهر بانويه بنت يزد جرد من شهر يار بن كسران ويسمونها ايضا شاخ زنان يا مستمعي النظام صل على البدر التمام محمد صل وكان امير المؤمنين سمها مريم ويقال سمها فاطمة واوصل حسين بها قال له واحسن الى شهر بانويه فانها مرضية ستلد اليك ستلد لك خيرا للارض بعدك وقال هي ام الاوصياء الذرية الطاهرة واشاد المؤرخون بها وقالوا كانت من خيرة النساء وذات فضل كبير فلما قرب اوان ولادتها واراد الله ان يظهر سر غيبه الخفي ويزين الدنيا بانوار بدر غرة واشعة شمس وجهي شبل النبي محمد صلى الله وسلم على البشير المؤيد والسراجل مسدد ابي القاسم النبي الله صلى الله اوحى الله تعالى الى رضوان خازن الجنان انزخر في الجنان وزينها وإلى مالك خازن النيران ان اخمد النيران على أهلها وإلى الحور العين ان يتزين ويتزاورن كرامة لابن النبي يعودك صلى الله الله والله وطنعوا بابنها كانت تحس بخفة ولم تشعر بألم ولا وجع فبينما هي كذلك وأنت تشاهد وأنت تستمع وأنت في كل مكان تحضر لاستقبال النور الزاهر للولي الساجد فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان وإذا بها قد وضعت بزين العابدين أفضل الصلاة يا رسول الله صلى على محمد صلوات ربي عليه صلوات ربي عليها صلوات ربي عليهما صلوات ربي عليه الأئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان طبع عند الناس إذا جاهم ولد طبع عند الناس إذا جاهم ولد بعد ما يطلع يحطون بمهد بسعى للسجاد من جابه سجيد ولدت بمه على السجادة ولدت بمه ولدت بمه على السجادة ولدت بمه الجنين أول ما يطلع بالبكاء بسعى للسجاد شاخص للسماء طلع من بطن أمه يقرأ دعاء وبس بالقرآن يناغون بس بالقرآن بس بالقرآن يناغون بس بالقرآن يناغون يناغون نبارك للشهيد حسين مولد ابنه السجاد وليلة خامس بشعبان هي ليلة من العياد ويا محلها هالفرحة فرحة زينة العباد بميلاده هلا هلا بميلاده هلا هلا بميلاده الفرحة تحلب ميلاده فرحة تحلب الفرحة تحلب ميلاده الفرحة الحفلة مولد السجاد هالزينة علقنا وهالحفلة لابو الباقر بالفرحة عقدنا وصلاة على النبي والآل للزهرة هدينا فرحة الزهرة فرحة من؟ فرحة الزهرة والزهرة الليلة الزهرة الليلة فرحة والزهرة الليلة فرحة أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات صل علام في شعبان عيدنا الفرحة امتد وتزيد الصلاة على محمد في شعبان عيدنا الفرحة امتد وتزيد الصلاة هالله تزيد الصلاة تتم ثم هنا أفضل النبي ويتزيد الصلاة على محمد الله الله ويتزيد الصلاة هي ولا ننسى بعد باقي الايمة بسمهم خافقي صلى وسمى تعالي يا محسن شوفي اللمة ضجت بالصلاة على محمد ضجت بالصلاة على محمد في شعبان عدنا الفرحة تشتاد ويتزيد الصلاة على محمد ويتزيد الصلاة على محمد على انشاطي النهار جينا الضماية حملنا قلوبنا بشفنا هدايا تروينا بعشق كربلايا تغذينا الصلاة على محب الله تغذينا الصلاة على محمد ويتزيد الصلاة على محمد ويتزيد الصلاة على محمد ويتزيد الصلاة على محمد ويتزيد الصلاة على محمد فإذا جلست بمجلس ما فيه من ذكر لهم تزهو به الكلمات فاسلك بأطراف الحديث حديثهم أو لا فذرهم إنهم أموات وابقى على طول الحياة مصليا 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 فعلى النبي وآله صلوات أفضل الصلاة يا رسول الله صلوات صل إعلام اللهم إنا نسألك بزين العابدين اشف المرضى رد الغربى اكشف الوبى فك الأسرى أرجعهم سالمين إلى سالمين رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلهي كما بلغتنا لشهر الرحمة والغفران شهر رسولك شهر شعبان اجعلنا فيه من القائمين والصائمين والتائبين والعابدين والعاملين وبلغنا شهر رمضان فيه أمن ويسر وخير وعافية ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين